افتتحت جامعة المنصورة الخيمة التراثية على همش احتفالية يوم الشعوب للطلاب الوافدين والتي تنظمها إدارة الوافدين بجامعة المنصورة بعنوان جامعة المنصورة تجمع شعوب العالم بمشاركة قناسل وملحقين ثقافيين يمثلون 46 دولة عربية وإفريقية وأسيوية وخلال الخيمة عرض طلاب الوافد المشاركة التراث الشعبي لدولهم من المأكلات والمشروبات والعادات التي تميز كل دولة على الأخرى الشعوب هو فرصة لاجتماع جميع الشعوب التعرف على بعض ما البعض اختلاف الثقافات اختلاف بعض الأمور من خلال هذه الفعالية سنتعرف على بعض أكثر وفي نفس الوقت هي عبارة عن فعالية الشمعية لامة لجميع الناس بعيدة عن إجواء الدراسة فهي فعالية جميلة جدا وإن شاء الله نكونوا بفقنا في عرض بعض الأمور عن البحرين وتمثل البحرين والشعب البحرين تحديدا حاولنا بقدر الإمكان أن نسلط الضوء على العداد والتقاليد والتاريخ وجزء من الحضارات العريقة كالحضارة السودانية عندنا فبرضو حاولنا بقدر الإمكان ناكس التنوى الكبير الذي يحظر به السودان من موارد وسياح أماكن سياحية وغيرها الحقيقة يوم الشعوب يوم رائع جدا نشكر إدارة الجامعة ومصر على هذا اليوم لأن الحقيقة تعرفنا على ثقافات البلدان الأخرى باسم الجالية الفلسطينية اليوم أقمنا يوم الشعوب اللي كل الشعوب تمازجت بأفراحة وأتراحة الثقافة حبنا نعرض اليوم بالخيمة الفلسطينية التراث الفلسطيني الأكل الفلسطيني زي المقلوبة المفتول الغزي برضو حكينا شوي عن اللباس الفلسطيني التقليدي اللي بيضم الثوبي الفلسطيني اللي بيعبر عن مراحل مراحل فلسطين بيشتى مراحلها التاريخية